اشتركوا في القناة نصيب من اليقظة مع انطلاقة النهر وظهور الضباب محليا كثيف بالمناطق الشرقية خصوصا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات والأودية وبعد ذلك كنا نمعنين بفترات موشمسة اتخلتها بعد السحب العبراء ومجموعة من التغيرات في فترة ما بعد ظهر نشوفها كعدم خلال تسلسل لصور القمر الاصناعي وهنا نحكي على تكون مجموعة من الخلايا العادية بمناطق الوسطى الغربية نتوقع تقريبا توصل نشاطها للاف المناطق الغربية تقريبا ببقية الجهات نتوقع ظهور بعد السحب درجات الحرارة ليلا تكون من بين 23 إلى 28 درجة وتصل محليا إلى 31 بالجنوب الغربي للبلاد يوم الغد ان شاء الله نتوقع ظهور مجموعة من السحب العبراء في أغلب مناطق البلاد ودرجات الحرارة تبقى في مستويات نسبيا مقبولة تقريبا الحرارة القصوى المنتظرة اليوم الغد تكون في حدود 33 في قليل تونس الكبرى بالنسبة للجيئة الثلاثان القبلي 36 بزغوان 30 في أقصى الشمال في بنزرت بمناطق الشمال الغربي توقع تسجيل 29 في تمرقى 35 في باجا 36 في جندوبة 35 بسليانة 34 بالكاف و33 بيتالة بالقيروان 37 درجة بجيئة السحل بسوسة 31 بالمناستير والمهدية بعاصمة الجنوب بسفاقس وقرقنا نتوقع تسجيل 30 36 في سيدي بوزيد بالقاسرين نتوقع تسجيل 35 درجة في مناطق الجنوب الغربي نتوقع تسجيل 38 في قافسة 37 في توزر وأيضا في قبلي في قابس 32 درجة وببقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيرة جربان نتوقع تسجيل 31 32 في مدني 33 بتتوين و36 درجة برمادة بالنسبة للملاحة وسائل البحر بسوحنة الشمالية منطقتين سيرات وخلستون سريح تكون في أغلبها من قطاع الشمالي تقريبا سراتها من بين 10 إلى 20 عقدة البحر يكون قليل الاضطراب والسباحة تكون ممكنة بالشوات الشمالية للبلاد من تبرقى وصولا إلى الهوارية بخليج حمامات وبجزيرة الساحل وصولا لمنطقة الشبار يحدث تكون شمالية غربية فشمالية شرقية سراتها من 5 إلى 15 عقدة البحر يكون هادئ وقليل الاضطراب والسباحة تكون ممكنة بالشوات السوسة المنستير المهدية وإذن سفاقس بالنسبة لخليج جابس نتوقع ومبريح في أغلبها الشرقية إلى الشمالية الشرقية سراتها من 10 إلى 15 وقت وتصل موقعا إلى مستوى العشرين في فترة ما بعد ظهر بحر يكون قليل الاضطراب والسباحة تكون ممكنة بشوات جابس ومدنين كالعادة نمتلكم فكرة حلح التقس ببعض المدن والعواصم العربية والأجنبية بالنسبة للمكسوات 38 درجة 27 بالمغرب الأقصى بعد صحب الجزائر 26 أجواء مشمسة بيترابلوس 33 حرارة توصل نسبيا مرتفع بالخرطوم 43 و 41 بالقاهرة بالبقاء المقدسة 46 في المدينة 42 في مكة المكرمة حرارة مرتفعة بالدوحة بالكويت 47 بمسقة 38 بأبوظبي تقسحار ببغداد 47 درجة 42 في دمشق 31 ببيروت و بالقدس الشريف أجواء مشمسة بإسطنبول 29 و بأوروبا نتوقع تسجيل 33 في روما 31 بيفيانا بعد صحب ببرلين مستردان بريكسيل جونيف وباريس أجواء مغيمة بمرسيليا 33 سماء سافيا بمدريد و بلاشبونة 25 درجة تطور الوضع الجوي خلال الفترات القادمة أجواء بملامح صيفية خالصة سافيا لقليلة صحب بأغلب بناتق البلاد يوم الجمعة فيما يخص الجنب الحركي ريح تكون من قطع الشمال بشمال شرقية بالوسطة 35 درجة بالمناطق السحلية وتتراحم بين 35 إلى 40 داخل البلاد مظهورة شهيرة محليا بالنسبة ليوم سات مجالة نفس المؤشرات متواصلة ريح في أغلبها من قطع الشمال بالشمال تتواصل شرقية بالوسطة وبالجنوب ضعيفة لما تدل البحر يكون هذا وقليل الاثراب واستقرار منتقب في درجات الحررة معيدة شروق والغروب اليوم الغد شروق شمس بإذن الله يكون في الساعة الخامسة ودقيقتين والغروب في الساعة السابعة و43 دقيقة لمزيد من المعلومات والأرشادات نذكركم بطرق الاتصال وتواصل بالمعهد الوطني لرسل الجوي صفحة فيسبوك موقع الواب تردو بلو فيب وميتيوب تبعثوا رسالة قصيرة على رقم 85 185 أوقات الصلاة اليوم الغد سالة صبح بداية من ثالثة وعشر دقاء قد ظهر من تصفى نهار و29 دقيقة سالة العصر في الساعة الرابعة و14 دقيقة سالة المغرب في الساعة الثامنة إلى ربوع وصالة العشاء بدنا الله في الساعة التاسعة و35 دقيقة شكرا على حص متابعة الاهتمام إلى اللقاء كل واحد اخترت ديته في الدنيا كل واحد عنده أهداف يحب يوصل لها ما ليفرق هو رؤية كل واحد فينا الأفاق واسعة ما تحصرش أحلامك ما تقيتش طموحك على خطرة نجم تتطور تتجدد وابني على الثيقة الثيقة فليمد لك يدو فليتابعك في الثنية فليينصحك يفيدك وينفعك ما لا أخذر للدنيا بعين كبيرة خطر كل شي مربوط بنظرتك لها شمستنا دي ما تضوي واسمنا دي ما صافية ما لا خالعينيك تخذر لبيت